موسيقى بدون إطالة زملائي لنبدأ مع فيديو اليوم أولا سنبدأ بالسند السند يقول وعبارة عن حوار صغير بين أحمد وهشام صديقين بين أحمد وهشام نبدأ بقراءة النص أو سند أعيدك سعيد يا أحمد وعيدك أسعد يا هشام بحثت عنك في الصباح أين كنت بعد خروجي من المسجد طفت على جميع الأقارب لأغافرهم وهل دامت زيارتك كاملة الصبيحة نعم أربع ساعات كاملة ولم أبقى في أي منزل أكثر من عشر دقائق إذن فقد ملأت بطنك بأنواع كثيرة من الحلوى بل حتى كنت أصاب بالدخمة فكل قريب يقسم عليك أن تأكل إنها العادة وأرى أن فيها إسرافا وما قولك في إعطاء النقود للأطفال هل فيها إسرافا؟ عادة حسنة بل هي أحسن العادات في رأيي وليتها تصبح كل أسبوع مفهوم لأنك تستفيد منها كم جمعت اليوم؟ جمعت 23 دينارا أما أنا فقد جمعت 18 دينارا وقد اشتريت بنصفها مفرقعات عرفت ذلك لأن سروالك احترق هذا كان السند أو نص لهذا الموضوع الآن ننتقل إلى أسئلة أفهم ونصية أسئلة أفهم ونصية لدينا أولا لخص النص في فكرة عامة سوف نلخص هذا النص في أو هذا الحوار في فكرة عامة مختصرة يعني يختصره هنا الموضوع الموضوع الذي يتكلم عليه النص الموضوع الذي يتكلم عليه هو أحمد هو عبارة عن حوار بين أحمد بصديق هشام إذن نقدر نقوله لقاء أحمد بصديق هشام في يوم العيد والحوار الذي دار بينهما الحوار هنا في النص剛ة المثل للحوار لدار بين هذين الصديقين لهما أحمد وهشام وهذا يوم العيد إذن الفكرة العامة لقاء أحمد بصديق هشام في يوم العيد والحوار الذي دار بينهما ثانيا أشار الكاتب إلى خطر المفرقعات في النص أين ورد ذلك الكاتب في النص أشار إلى خطر المفرقعات هنا وين جزء في النص ورد ذلك يعني عندما أشار الكاتب إلى خطر المفرقعات الإجابة نلاحظ في آخر جملة في النص هنا وشكاله هنا عرفت ذلك لأن سروالك احترق عرفت ذلك لأن سروالك احترق وهنا الكاتب رهو يشير إلى خطر المفرقعات إذن ثانيا الإجابة ورد ذكر خطر المفرقعات في قول الكاتب أو في آخر الجملة في النص أي في قول الكاتب عرفت ذلك لأن سروالك احترق ثالثا قام أحمد في يوم العيد بأعمال حسنة كي ينزوج أعمال اثنان ما هي؟ نحن ستخرجوها من النص إذن زوج أعمال هذو هي أول أول حاجة وشكاله قاله بعد خروجي من المسجد يعني أولا هي أداء صلاة العيد في المسجد إذن الأعمال الحسنة التي قام بها أحمد يوم العيد أول عمل حسن وهو أداء صلاة العيد في المسجد وثانيا بعد وشكاله قاله تفطوا على جميع الأقارب لأغافرهم تفطوا على جميع الأقارب لأغافرهم معناها زيارة أقارب هي العمل الحسن الثانية إذن قام أحمد في يوم العيد بأعمال حسنة ما هي؟ الأعمال الحسنة التي قام بها أحمد يوم العيد هي أداء صلاة العيد في المسجد وزيارة أقاربها أتذوق نصي الآن واحد ما نمط النص ما نمط النص هنا من قبل قلنا باللي النص هو عبارة عن حوار إذن بدييا النمط نتع النص هو عبارة عن نص حواري هو عبارة عن حوار بين صديقين أحمد وهشام يوم العيد إذن نمط النص هو حواري نمط النص حواري ثانيا استخرج من النص أسلوبا إنشائيا واذكر نوعها نحن استخرج من النص أسلوب إنشائيا ونذكر نوعا تاو مثلا عندنا هنا يا أسلوب إنشائي في النص ليتها وليتها تصبح كل أسبوع وليتها تصبح كل أسبوع أما النوع هذا الأسلوب الإنشائي هو التمني نحظ هنا ليتها تصبح كل أسبوع نستعملنا ليتا ليتها تصبح يعني هنا التمني إذن الأسلوب الإنشائي في النص هو ليتها تصبح كل أسبوع ونوعها نوع هذا الأسلوب الإنشائي هو التمني أفهم قبعد لغتي الآن واحد أعرب ما تحته خط في النص نعرب ما تحته خط في النص عندنا عامة كلمتان أو مصطلحان نحن نشوفهم إذن المصطلح الأول هو سعيد عيدك سعيد نلاحظ هنا عندنا اسم سعيد ونلاحظ مرفوع عيدك سعيد أما بنسبة الكلمة ثانية أو المصطلح ثانية على جميع الأقارب نلاحظ هنا الإسم تعني هنا هو عبارة عن اسم معرف الأقارب ونلاحظ هنا عبارة عن اسم مجرور على جميع الأقارب طفت على جميع الأقارب الآن سوف ننتقل الإعراء بنسبة سعيد هو عبارة عن خبر مرفوع وعلامة ورفعه الظم الظاهرة على آخره لهو أكيد عيدك أي مبتدأ سعيد هو خبر خبر مرفوع وعلامة ورفعه الظم الظم اللي تظهر على آخر حروف وهو الدال لحظه قلنا سعيد الأقارب الآن هو مضاف إليه مجرور مضاف إليه معرف مجرور لحظه الأقارب وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره وعلامة جره الكسر اللي ظهرت على آخر حروف وهو الب الأقارب ثانيا استخرج من النص جملة استفهامية وحدد آدات الاستفهام emary لحظه والإصف آدات الاستفهام هنا الجملة الاستفهامية والسؤال هنا هو وهل دامت أو هل دامت زيارتك كاملة الصبيحة وهل دامت زيارتك كاملة الصبيحة هنا حرف الاستفهام هو هل هل دامت زيارتك كاملة الصبيحة إذن السؤال هنا أوجد من الاستفهامي هل دامت زيارتك كاملة الصبيحة وحرف الاستفهام هو هل ثالثا استخرج من النص فعلا مضارعا مجزوما ثم اعربها إذن سنستخدم النص فعل مضارع مجزوم ونحن نعربه الفعل مضارع مجزوم في هذا النص هو لم أبقى لم هو عبارة عن حرف جزم ونفي وقلب وأبقى هو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه هو حذف حرف الفعل والفاعل هو ضمير مستر تقديره أنا إذن فعل مضارع مجزوم لم أبقى إعرابه لو عربناها من قبل لم حرف جزم ونفي وقلب أبقى هو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستر تقديره أنا الوضعية الإدماجية أكتب فقرة لا تقل عن عشرة أسطر تبين فيها معاني العيد موظفا فعلا مضارعا مجزوما وأسلوبا إن شائيا الوضعية الإدماجية فمن منا لا يعرف العيدة ما من أمة من الأمم كافرها ومسلمها إلا ولها عيد تفرح فيه وترتسم فيه البسمة على أفواهها والبهجة في نفوسها فتتناسى أحقادها وتتمتع بذلك اليوم المعبر لها إما عن شكر أو فخر بانتصار مادي إلا أن أمتنا لها عيد يختلف في معانيه فالعيد في الإسلام ينطوي على معاني جليلة وأسرار بديعة لم تعرفها الأمم الغابرة فهو يوم للفرح فيه ينسى الإنسان همومه ويطرحها جانبا كما أنه يوم لشكر الله تعالى على تمام عبادته هذا ومن معاني العيد أنه يوم يحسن فيه الأغنياء للفقراء فتقوى أواصل المحبة بينهم ثم إن العيد فرصة للأطفال يستغلونها في اللهو والمرحة ولا يد بعد كل هذا فرصة لتصالح المتخاصمين فتزول الأحقاد وتغسل القلوب وتملأ بالحب والحنان حكمة اليوم التي اخترتها لكم هي كل شيء يصبح جميلا عندما نريد أن نراه جميلا نحن السياد أفكارنا سلامة